السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل حب والتقديلي جميع المتتبعين فيما كانوا في العالم راكم عزاز وغاليين الموضوع ديال قناة المواطن اللي دردجة في اليوتيوب وكل شي متضامن معاه وانا جيت نرد على الناس اللي يدخلو في التعليقات ديالهم في البوست اللي نزلتو تيقولو لي اشنو وعلاش وكيفاش تدفعي لهذا السيد اللي يخطي ودي بهذا الخلاصة رجعوا للبوست اللي نزلت البارح انا نجيكم من الاخر ما تنعرفش اشواقع في هذا العالم الاحمر اللي متضارب والله ما تنعرفش كلي متضارب وكلي هاجم وكلي عنده الحق وكلي ما عنده ولكن حاجة اللي تنامن بها هو مني تنشوف خويا المغريبي والاختي المغريبي يبا تدخلت سجن وعندهم ولدات تنتأثر وتبقى صعيب عليا باش ننسى الموضوع انا مع عليا ما بيحت تتصلوا بيا الناس وتيقولوا لي اختي عتقي الى كلمة عتقي اشنو الاخ المواطن تحت الحراسة الندارية الله يودي الاخ المواطن عنده ولدات شكولي غادي تكفل بهم شكولي غادي يجيب شكولي غا يخلص الكراء شكولي غادي يجيب القفاء ومشي هده والاهم شكولي غادي يدخل وجلس يتحتت معه ولداته الامر ليس بالهين انا تنقول من هده من بر يا ما تعرضنا القدف كنا تنجير مباشر تنجير مباشر تنجير مباشر تنجير مباشر تنجير مباشر لمدة سبعات شهر وكنا مباشر انا لم اشدت ولو درهم ما كانش قناتي قامت فعله والحد الساعة قنتي ما ما على باليش بلا السنس اللي على بالي هو نوصل واحدة كلمة صادقة تبقى قنتي صادقة جارية على الوليد ديالي اذا من كانوا يهجمون الناس في شرفنا هلاش مخرجنا احنا ونجروا الشيكايات والحد الساعة باقي كل شي موتك وحنا عندنا الامكانيات الحمدلله رب العالمين ما غادي نخسروا لتشي حاجة عندنا اصدقاء محامون الى كانت يطلب واحد واحد التمل هادي يقوليك انت اعطيني هيرتمن جالتكاليف ديالي لانك انت خطي وعزيزة وغالية بحكم العلاقة اللي بنتنا رغم اننا نحنا ما نقدروش نخلوش باحد يتعدب وما نعطوش تكاليف ديالي انا هيتا نشرح لكم كل شي بتفصيل مميل اذا هلاش احنا تنكمدوها وتنقولوا وعند الله تختصم الخصوم را ساهل تخد حقك وساهل تخرج وتعطى في اليوتيوب هادي تدير لايف مورا لايف فيديو مورا لايف فيديو مورا لايف فيديو وتكون حتى انت مقابل هيرت ترد والهجوم ولكن شنو غادي نستفد هنستفد انني شجيتن على على وليدية وفقدت واحد الفئة اللي كانت تتحبني لله في الله واصعب حاجة واصعب حاجة هما تلك الوليدات منين يكبروا وعندوا يشوفوا تلك المباشرة وذلك الفيديوهات لان نشوف وخاتم سحنتا تبقى تاريخ يشهد على كل واحد مرة مرة إلو حوليك البارتاج ديالش فيديو كنت انت من فاعل وتتقول كلام الخيب اذا رجاء انخوتي العزاز الله يرحم لكم بهالوالدين طوو هاد الملف اللي كانت خاصة من عشي واحد يدير تنازل ماشي لي انه قوي وبغاء يربح القضية ولكن تي عرف بان الله سبحانه وتعالى جوء حاجة تكتار تيوصوه للتسامح تيوصوه للقلب الكبير للك الله سبحانه وتعالى العفو الكريم تيغفر لنا واش حنا معصومين ممكن تنجروا دنوب لما تنقصدوا وتيتكتبوا اننا الدنوب كبار وحنا ما ردي لهم البال والله سبحانه وتعالى العفو الكريم بمجرد اننا تنستغفروه تيمسح لنا كل شيء وتيغفر لنا العفو حلو لشنا هو العفو الكريم وشوفوا ليلة القدر اللهم انك عفون كريم تحب العفو فعفو عنا هذا هو الدعاء اللي يخصونا الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر فكيفاش احنا بنتنا متن تغفروش و متن تسمحوش علاش متنقدرو باننا كين عند هذك الولد عند هذك الاب والذك الام عندها ولدات تعالوا وجه هذك الولدات علاش احنا تنبغو نكونوا اقوياء ونفردوا الدات دينا مهما يكون مهما يكون دمعة جيلة الام ولا جيل الاطفال مع لبناش وش هده هو الاسلام فين احنا من الاسلام را الاسلام هو المعاملة وخلوا الله سبحانه وتعالى يخذ لكم حقكم وخلوا المحاكم الله يكتر خيركم فكروا الخير اللي شاركتو وفكروني دال اللي دوستو بعديتكم البعض بارك علينا عيينا من هاد المشاكل هاد المشاكل اللي تنشوفو هم تدوزوا قدامنا بغينا شي حاجة راقية في اليوتوب المغربي بارك هاد تيدعي هاد وتشكي بهادا وهاد تال امهات الحرمت الامهات مابقاتش الام اللي ضربت تمارا وخرجت ذاك الراجل لحيز الوجود وردت راجل ولا مرات تتلقاهم تسبو فيها تال ابا ما توقروهم الوقار والهيبة اللي هم مابقاتش عليش خسنان تسامحوا رسول صلى الله وسلم تقول في الحاجة للمعنى ديالو اي واحد كان سهل لين تسامح تدخل الجنة تتحرم من النار ما تتمسوش النار وكان حاجة اخر تقول للمعنى ديالو اي واحد عندو شي مضلامة واسمح فيها الله لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله اي شنو تزيدوا الله رفعة وعزة علش ما تتفكروا هاد الشي مش العزة في المال العزة ان يكونوا يحبوك الناس العزة ان دوك الوليدات يكونوا صالحين العزة ان الله يحميك لا تتعرض حتى كارثة تخلي الناس يقولوا الله يجبع فيها الله علش ما تتردوا البال هاد المسائل الدنيا هنا بقات هرق مني كان عندنا ذاك الفيروس شحان فقيدة خلوه الزنزال قاع هرق مني ام اخار ان كانت الفيروس حان فقيد فقط قتوه شحان من عزيز هاتشين سيتوه مني كنا محبوسين في ديور تتقولوا هارمتان تتلقونا عودو نديرو العلاقات الانسانية ونزيدو في الخير هارطلقنا تانو احنا نزيدو كفرناك ترمك النفق بالزاد القلب والقاسي اخوتي العزاز اللي حمليكم بها الوالدين تتفكروا بالعقل والعاطفة في نفس الوقت رايي انت عندك الحق ولا انت عندك الحق انت تضربتي في شرافك واختر حاجة والمرأة المحصنة في شرافك كلمتي الاخيرة موجهة الاخ سيحافظ الله يرحملك بالوالدين إلا كنت المهمة ما تجيلك عزيزة عليك ما تخلي هاش تبكي عليك انت وصلتي الواحد العمر وتبرك الله عليك مناضل بغيت يتحقق نضال في هاد العالم الأحمر وبغيت يتدفع على أخوتك المغاربة ولكن ما تنساش بانا عندك أسرة عندك ولدات الوالدة العزيزة الغالية وما كنت مع الزمنة لله حافظة وقف الجانبك ولكن الأم ديالك أكيد دموعها ما حبسوه إلا كنت مهمتك هزيز عليك اهتم بالمواضيع الاجتماعية وخلي عليك المواضيع اللي تتناقش في هاد العالم الأحمر